بعد حدوث الجلطات قسم من الجهاز العصبي المركزي الدماغ يحصل في خلل وينتج عنه شلل نصفي في المنطقة المعاكسة في الدماغ من الخلل هذا التأهيل الفيزيائي بعد يوم واحد من حدوث الجلطة بتم عن طريق عمل والبدء في عمل التمارين العلاجية هاي المراحل من التمارين بتتوافق مع وضع المريض في المراحل البداية بنعمله تمارين باسف اكسسايز يعني احنا بنحركه بنحرك ايديه اللي نوصله خلال اسبوع اسبوعين لعملية انه يقدر يقعد على التخيط يقدر يوقف يقدر يمشي بمساعدة الوكر او بمساعدة حدا تاني بعدين بنبلش في كل التمارين هادي اللي تقوية العضلات وارجاع التوصيلات العصبية واحياء توصيلات عصبية اكتر في الدماغ في عنا امكانية ان نحسن من الموضوع موضوعنا يعني والشلل بشكل كبير اذا اتبعنا العلاج الفيزيائي او التأهيل الفيزيائي اللي هو يهدف الى ارجاع المريض لافضل حالة ممكنة زي ما كان قبل وبننجح في الكثير من الحالات انه المرضى هذولا يرجعوا يحركوا اجريهم ويديهم ويخلصوا من هذه الاعراض المتعلقة في بعض الجلطات من شلل وحالات نفسية وضعف في النوم ومشاكل في الجهاز الهضمي يعني مشاكل كتير العلاج المائي الهايدروثرابي داخل المياه عمل التمارين من اكتر العلاجات نجاحا لانه بحافظ على التوازن بعطي قوة للعضلات قوة الدفع اكتر بحيث نقدر نحرك جرينا زي ما بنحركها في الوضع الطبيعي هذا هو القصد لارجاع التوصيلات العصبية وتحفيز دماغي عضلي عصبي هذه التمارين بتجيب نتيجة هذه التمارين بدها مواضبة يوميا مرتين لثلاث مرات بس نحاول ناخد استراحات بين كل هاي التمارين اللي ناخد نفس نعمل تمارين تنفسية نعمل شوية موضوع الدهن بالزيود زيود السمسم زيود حب الرشاد زيود الزيتون على منطقة الغضلات لتخفيف حدة التعب ويعطاها قوة وبعدين بنرد نعيد التمارين هادي كد ما نغضر حسب قدرتنا قدرتنا التحمل للتمارين هادي حتزيد مع الايام التأهيل بعد الجلطات ممكن يأخذ من شهر لثلاث شهور لأكتر من ثلاث شهور اذا وضعنا برنامج تأهيل يومي صباحي بعد الظهر في الفترة المسائية نعمل تمارين نعمل نقع في المياه لجرينا نريح حالنا زيود ترجمة نانسي قنقر